السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على كيف يمكن أن نتفادى موت فراخ الحسون البرية أو الفراخ الخلوية أو فراخ الحسون صيد جديد يعني كيف مكنت تسميتها سيكون الموضوع مرتب كالتالي أولا لماذا تموت الفراخ البرية هذه في أسبوعها الأول في القفص يجب أن تفهم لماذا تموت لا أريد أن أعطيك طريقة مباشرة فتتبعني لا تتبعني يعني افهم المبدأ وحينئذ ستعرف ما عليك القيام به لكن بطبيعة الحل سأقترح عليك طريقة الخاصة وهي مجربة مئة بالمئة وإذا طبقتها فلن يموت لك فرخ بري بعد الآن هو مسألة الموت والحياة طبيعة الحل بيد الله لذلك ستتوكل على الله وتطبق طريقة وإذا فهمت المبدأ سيكون ذلك أفضل سيكون بإمكانك فيما بعد تطوير طريقتك الخاصة أولا فهذا الفراخ هذه الفراخ البرية تموت لسببين مرتبطين ببعضهما البعض أول شيء هو الخوف من البشر لكن الخوف هذا ليس هو ما يقتلها بشكل مباشر وإنما محاولة الهاراب والتخبط بين أسلاك القفص يعني هات تخبط هذه الأشياء تفقد الحسون طاقة كبيرة جدا ومن أين تأتي هذه الطاقة تأتي من الغذاء ويجرنا هذا للمشكل الثاني هو أن هذا الحسون في الطبيعة كان يعرف غذاء مختلف عن ما يجده في القفص فإما أن لا يتعرف على غذاء القفص أصلا أو أن يتعرف عليه ويتغذى عليه لكن بشكل غير كافي يعني غير كافي لتعويض الطاقة التي يفقدها كما قلنا جراء التوتر والتخبط ومحاولة الهاراب إضافة إلى هذا كلما كان عمر الفرخ أصغر كلما كان اعتماده على سربه أكبر ولو أنه يعرف كيف يتناول غذاء بنفسه لأن في هذا الوقت من السنة تكون هذه الفراخ تعيش في أسرب في مجموعات من الطيور يقودها واحد طائر مهيم يكون ذكر أو أنثى كبير في السن يعرف المنطقة يعرف أماكن الأكل والشرب وهنا الفراخ تكون تابعة فقط يعني أينما حطوا ليأكلوا تأكل معهم وإنما حطوا ليشربوا تشرب معهم فلما يتم عزل هذه الفراخ لما يتم عزل فرخ لوحده في القفص قد يجد بعض الصعوبة في التعرف على الغذاء كانت هذه أبرز المشاكل أو الأسباب المؤدية لموت الفرخ البري الآن سنرى ما الذي يمكننا القيام به لتفادي هذه الأشياء لكن قبل أن نتطرق لذلك أريد أن أشير وأؤكد على أن كلامي هذا أو أن هذا الفيديو موجه للإخوة المبتدئين الذين ما زالوا يعانون من هذا المشكلة أما بالنسبة للإخوة المحترفين وكبار المربين والعلماء والفاهمين فأنا أعتذر منهم عن بساطة كلامي كلامي بسيط جدا موجه للمبتدئ حتى يفهمني ويستفيد هذا كل ما في الأمر فأول شيء منطقي يجب علينا القيام به لتفادي موت الفرخ هو أن نشتري فرخ غير مارض يعني أن يكون بصحة جيدة ونعرف ذلك انطلاقا من ملاحظة أربعة أشياء أربعة أشياء يجب أن نلاحظها في الفرخ أن يكون ريشه متناسق غير مبعتر غير منتوف يعني يكون ريشه كما نراه في الصور على الأنترنت ثانيا أن تكون حركته نشيطة أي أنه ينتقل من مكان لآخر يخاف عينيه غير مغمضة يكون غير خامل أعتقد أن الأمر مفهم بعد ذلك نطلب من البائع أن يخرج لنا الطائر فنمسكه ونراقب شيئين نراقب شيئين في الطائر صدر الصدر للطائر الذي يجب أن يكون هناك لحم أو كتلة عضلية تغطيه يعني أن لا يكون الفرخ نحيف وعظم صدره حاد مثل السكين والشيء الآخر هو الريش حول مخرج طائر الذي يجب أن يكون نظيف أن لا يكون به براز أخضر ملتصق قلنا يجب أن يكون ريشه متناسق حركته ناشيطة صدره ممتلئ والريش حول مخرجه نظيف الآن بعد أن نحضر طائر للمنزل ماذا نوفر له؟ أول شيء قفص صغير هنا أريد منك أن تزيل من دماغك الفكرة التي تقول أنه كلما كان القفص أكبر كلما كان ذلك أفضل لأن الطائر هو بري وفي الطبيعة كان معتاد على الحرية وكذا أؤكد لك أنه كلما كان القفص أكبر كلما أعطيت هذا الفرخ مجال أكبر للحركة ومحاولة الهرب والتخبط بين أسلك القفص وبالتالي فقدان طاقة هائلة لن يستطيع تعويضها بالتغذية فيقوم بحرق الدهون والكتلة العضلية بجسمه لتحويلها لطاقة أي أن جسمه يصبح يتغذى على نفسه حتى يموت الفرخ إذن نوفر له قفص صغير وبعد أن يتجاوز مرحلة الخطر هذه أي بعد مرور أسبوع يمكنك أن ذلك نقله لقفص أكبر هذا بالنسبة للقفص بالنسبة للغذاء إذا توفرت لدينا خلطة بذور ماني طوبة كان ذلك ممتازا لأن فيها عدد كبير من البذور وحتى إذا لم يتعرف الفرخ على إحداها أحد هذه البذور فسيتعرف على الأخرى إن هناك تنوع وإذا لم تتوفر هذه الخلطة نقدم له بالإضافة لبذور البراقة أو بذور الزؤان هذه البذور أساسية إضافة لها نضيف بذور البريلة بذور الشية وبذور الكتان أنا اخترت لك هذه البذور لأنها سهلة في التقشير ومذاقها محبب لفرخ الحسون لكن إذا لم تتوفر لديك إحداها يمكنك الاستغناء عنها أو تعويضها ببذرة أخرى على أي يجب أن نضع هذه البذور في أماكن مختلفة من القفص يعني نضعها في المأكلة الرئيسية وفي القودي وفي مأكلة داخلية صغيرة المهم يعني هنا أن نقرب له الطعام بشكل أكبر هذه هي الفكرة وبالنسبة للماء سنكتفي بوضعه في مشربية عادية وسيتعرف عليها الفرخ بكل سهولة الآن بعد أن وفرنا القفص المناسب والغذاء المناسب يوقع لنا شيء آخر هو أن نحجب عن الطائر رؤية البشر فإما أن نضعه في غرفة خاصة أو نكتفي بتغطية القفص بالشكل التالي يعني نغطيه من كل الجوانب ونترك سقف القفص حتى تدخل منها التهوية والإنارة هذه الإنارة مهمة جدا يعني الضوء حتى يتمكن الطائر من رؤية البذور وأريدك عزيزي المربي أن تبتعد عن الفكرة التي تقول أن عليك وضعه في الشرفة أو في النافذة أو في الحديقة يعني حتى يرى السماء والأشجار وهذا هذا هو ما يسبب موت الفرخ لأنه لما يرى أشياء طبيعية هكذا من حوله سيبقى يحاول الخروج من القفص حتى لو لم يرى البشر وسيستمر في فقدان الطاقة لكن لما نغطيه بهذه الطريقة لا يرى البشر فيفزع ويعتقد كذلك أن جوانب القفص موصدة عكس الأسلاك التي يعتقد أن بإمكان الخروج من بينها فماذا يحصل هنا يثبت الطائر في مكانه ويقل توتره وتتاح له الفرصة للنظر من حوله واكتشاف مكان الطعام والشرب فلا نقترب منه إلا لتغيير الطعام أو لتغيير أرضية القفص أو لإطمئنان عليه يعني نراقب هل هناك قشور للبذور أم لا وبعد أن يتجاوز مرحلة الخطر سيكون بإمكانك إزالة هذا الغطاء تبقى ملاحظة أخيرة إخوتي هي أنه إذا اشترينا أكثر من طائر واحد مثلا اشترينا طائرين فمن الأفضل تركهما مع بعضهما البعض خلال هذا الأسبوع هذا حتى تستأنس ببعضها ويشجع بعضها البعض على الأكل والشرب بعد ذلك يمكن عزي كل واحد منها على حدة وصلنا إخوتي إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يكون أي شخص شاهد هذا الفيديو أتمنى أن يستفيد بمعلومة ولو بسيطة وإذا كنتم قد استفدتم وأعجبكم الفيديو أتمنى أن تشجعونا كما نقول كل شخص يشجعنا بطريقته الخاصة باللايك بالتعليق بمشاركة الفيديو مع أصدقائك ومشاركة الفيديو هي أفضل ما يمكنك القيام به حتى يصل لشاريحة واسعة من الإخوة ويستفيد الجميع